أهم من المحاضرة قول يا رياض دي السؤال يا شيخ قول يا حبيبي بقول له في كذا شيخ طالع وقاله إن رسم الوشم لو لم ينتج عنه دم يبقى هو مش خرام حاضر حاضر كذا شيخ طالع قال كده يعني طبعا أنت رسمت رسم وشم حاضر ومعنى تكشى عنه دم حتى لو بالألوان آه ما فيش دم يبقى هو كده حلال حلال آه بص حبيبي حاضر معلش أنا هجاوبك وبحترمك لإني أنا بكره الكلام في الموضوعات الحبشتاكة دي مش بحبها هنفضل طلع عمرنا نتكلم عن الدأن وعن النقاب وعن الشكمون لا هنتقدم ولا هنفهم دينا على فكرة واشم لعنى الله الواشمة اللي هي حتغرز وتزرع حاجات اللي بيعملوه العيال ده تفاريح إذا كانوا عيال صغيرة فلا حرج عليهم حتى لو حطوا نفسهم في قلب صنم حتى لو كانت لعبتهم لعب التماثيل ليس حراما إنها تكون مستمتعة كطفلة أو طفلة باللي بيعملوه ولو واحدة ست حتعملوا الجزهة ما تطلعش بيه زي الإردى برا الإردى وأنا مصمم على الكلمة عيب لكن حتعملوا الجزهة وده حيفرحوا قوي والاتنين شكمون نات مع بعض ونبالي وحنا بنا الناس تبقى مبسوطة بأي طريقة هاويفر وطفر وشقول كل الإفر اللي في الدنيا إنما إيه ديه حتاخد الإبرة بسيبك من الدم وغير الدم دي واحدة حتلزق حاجة للأبد في خلقة ربنا لكن عايزين يعملوا حفلة تنكرية وحيبوا مبسوطين جوه بيوتهم ما حرمش عليهم حاجة أنا لإن الشرع ما حرمش عليهم حاجة ولا يديق عليهم بالعكس ده الدوم التساع ما حدش بيقولوا أو ما حدش بيتناشوا إحنا بس مسكين في الزينة والوشمة والواصمة والحابنة والعب الكلام دا وكل كلام فارغ داخل بيوت المسلمين ما فيش تديق على حد أبدا إنه يعمل عشان يستمتع الله يضلوا الصحة والعافية واستمتع إنما غير كده وأنا قلتلك بالنسبة للأطفال لكن لا دم ولا غير